أسفل الشاشة في الهام إذن البلد الذي سيستضيف كأسه من أفريقيا سنة 2017 هو القابون وليس الجزائر كل الجزائريين كانوا يعلقون أمالهم على استضافة هذه التظاهر الرياضي الكبرى والكبيرة في أفريقيا لما لا بعد منذ سنة 1990 أول مرة وآخر مرة احتضلنا فيها كأسه من أفريقيا للحديث حول هذا الأمر يلتحق بحاكم القروس من القسم الرياضي هارون مساء الخير ومعني طبعا ضيف لاعب دولي سابق حتى أبرز لاعبين لمروعة الكرة الجزائرية فوزي موسوني مساء الخير السلام عليكم أول شي فقط حكيم على حساب الوجوه ومشان يشوف لكل متفاجأ ولكل يعني على وقع الصدمة والله ضربة قوية بالنسبة للجزائر ولمسؤولي الرياضة في الجزائر وطبعا لوزارة الرياضة ولي أيضا الاتحادية الجزائرية لكرة القدم لأنه جماعة الجزائرية كانت تمنى على الأقل النسب بأنه تحتضن الجزائر هذه المنافسة بعد تقريبا من 1990 هذه المرة استنادا ربما إلى أنه 2019 للكامرون 2021 لكوديفور 2023 لغينيا الإسوائية يعني أنت إذا ما نظمت هذه الكاز ستنظمها ربما 2025 فوزي موسوني مش عارف نبدأه معاه مباشرة زميلي هارون صدمة كبيرة بالنسبة للجزائريين القابون اللي نظمت منذ فترة منذ 2012 طبعا مع غينيا الإسوائية الآن اليوم الجزائر مايش رح تنظم هذه المنافسة لا كما يقول لك الإنسان يعجز على الكلام وإن اليوم نشوفه باللي بلك سياسة القابون في الرياضة رهي نجحة على سياسة الجزائر في الرياضة نشوفه باللي في 2012 ننظم كأس إفريقيا زي تعطيها له 2017 ما انتهى الناس بين قوزين ومقافزين علينا وإحنا بلك كلام الوزير اللي قال باللي دفتر كما يقول لك هذا الآخر كان يقدر ننفوز به ونوفروا قع الشروط والملاعب لكين الملعب بالرقي وجدوا ملعب خمسة جويلية عن نابا يعودوا الترميم كنا نراهن على أربع ملعب طبعا الجزائر العاصمة عن نابا وهران وبالراقي كنا نراهن وان عندنا أنا حصل لي وان الشارف وان لعبت في إفريقيا وان زرت معظم البلدان الإفريقية وان الجزائر بعيد عليهم بكثير حكيم من ناحية من ناحية التنظيم ولا من ناحية المفنادق ولا الملعب والله غير صدمة وان اليوم رئيس الفيدرالية وكما يقول لك وزارة الرياضة هم اللي طمعوا الشعب هذا الجزائري عفل على المقاطع أبدا لزميلي هارون استسمحك ربما تريد تدخل المعايير اللي من المفروض أنه تستند عليها الاتحادية الإفريقية لكرة القدم تقول هو أنه تمنح شرف التنظيم لبلد لم ينظمها سابقا أو لبلد عنده سنوات طويلة لم ينظم هذه المنافسة يبدو أن المعايير هنا لم تحترم في هذه ربما ليست القرعة وإنما التصويت هذا اللي كشفة اليوم عن المنح المنافسة للقابل لم يحترم هذه القواعد لم تحترم شوف في العصر الحالي وين حكيم على بالك باللي الناس راه تغرع اليوم الناس راه لو كان زي ما نقوله مثال صغيرة بلد على بلد ولا بلد فيها بلك كي ما قولك بين قوسين ديزانتيري وين عندك فوائد معه بلك تعاونه أفضل من بلد وحدة آخر وانا وش نشوف في هاد تنظيم تالقابون وين بلك كين فوائد أكتر من فوائد مع الجزائر الحاجة اللي ربما انت تشوفها انه رجحت رجحت ربما الكفة للقابون اللي نظمت الدورة منذ سنة 2012 على الجزائر اللي نظمت سنة 1990 الأمور اللي رجحت هذه الكفة علما وانه الأخبار اللي كاتمين قد كانت تقول انه سبعة من تلتاش سيسويتون الجزائر على ما يرام أني جوفنا يبل لي هاد سبعة بلك ما صوتوش وليوم كين فوائد في الكرة وعلى بلك حكيم وما تنساش بلي ما ننسوش الكلام اللي قاله لك في نهار درة الحصة وين دراجي قال لك من المستحيل جزائر تنظم كأس إفريقيا دراجي قال انه استلد الى ما سمه مصادر الخاصة هو من المقربين طبعا معروف أنه مقرب من الاتحادية الجزائر لكرة الخدم من رورة وعلم أنه طبعا سبق له أن اشتغل كان مكلفا بالإعلان في فترة سابقة ولكن نعود ونرجع الفترة السابقة للوراء كانت كل الأمور تقول أنه الجزائر لماذا نقول لك هذا؟ لأنه زيارة الوفد الاتحاد الإفريقي لجزائر قال لك أنه مبهر بالمنشآت اللي كاين حكيم هم يقولون مبهر بالمنشآت اللي عندنا وما راهيش متكاملة كامل لو كانت تكون متكاملة مننا 2020 بلك يكونوا منشآت أفضل وأحسن وستعى ما تنساش باللي المشكلة دي جا اللي طرق عليه مصطفى براف اللي كان في حوار مع وزير رياضة وي قال لك ما مش ريحي نقيونا لتنظيم كأس إفريقيا 2017 لكن تسريحة وكانت ثم تراجع عنها وقال أنه نحن قادرين نضموك كأس أمام فيه بالصحة تسريحة رأهم بينوا بللي اليوم ما مختاروناش مع أنتها كين خلل وين بلك كين وناس ما مشاتش معها في هذا الميل في الجزائر وأنا أظن بللي فوائد بلد على بلد هارون عدد من ربما منحنا كأس أمام إفريقيا 2017 تنظيم يقول لك أنه أنت لا استجاهز وأيضا منحاتك قبل أن تحث أن الكاف طالبت منك إنقاذها سنة الفترة الدورة الفارقة لم تنقذها ربما كان هذا هو الرد من الاتحاد الإفريقي أنا أظن كانت الجزائر تقدمت بملف لإستضافة الدورة السابقة المقررة كانت في ليبيا وحتى هذه الدورة تم منح الدورة السابقة البلد آخر الكل كان في الجزائر ينتظر أنه 2017 مناصيب الجزائر لمح على الكل في الجزائر كان يقول إحنا لنظمها لكن خبطة خبطة للرأس بهذا الشكل صدبة خاصة أنه المسؤولين على قطاع رياضة في الجزائر كانوا يمنئوا في الشعب ويقولوا أنه كل أمر مضبوطة وأربع ملاعب جاهزة والجزائر هي التي ستستضيف وكما قلت كذلك أنه فيه 13 مصوت وكان الحديث عن سبع أصوات مضمونة يعني ولما تشوف هكذا الجابون هي التي تنظم خسارة كبيرة بلدان غرب إفريقيا هي التي نظمت الدورات السابقة ومسيطرة على هذه الدورات الأخيرة طبعا وتنظم طبعا والفترة المقبلة ستنظمها أيضا الكامرون كوديفور وغينيا أنت الآن بلدان شمال إفريقيا كان من المفروض أنه سحبتها من ليبيا كان مفروض تمنح وانسحاب أيضا للمغرب من الفترة الدورة السابقة كان منطقيا أن تنظم الجزائر هذه الدورة كبلد يعني ينتمي لشمال إفريقيا يعني لو نسير بهذا المنطق يعني حان دور بلدان شمال إفريقيا من هالجزائر ووضعينه خاصة أنه مصر كذلك يعني نعرف وضعية المصريين بعد انسحاب روراوة من المكتب التنفيذي للفيفا يعني ترك المكان شاغل لهاني أبو ريدا حاضر واحد فقط يمتل لغة العربية في المكتب التنفيذي للفيفا الكل كان ينتظر أنه فيه دعم مصري للجزائر والكل كان ينتظر كما قلت لك يعني تنظم الجزائر الدورة لكن أنا فوزي مسوني يتسبحتني هارون طبعا ولكن يقول لك أنه ميلة منطقي أنك ما تنظمش كأس أمام أفريقيا 2017 لأنه تقدمت بملف 2019 و 2021 ما قدمولكش ما منحولكش أنت شرف تنظيم 2019 و 2021 يعني منها منطق لا بصح طمع يكون حكيم اليوم ما إحنا تمنينا في 2019 باش نأخر ما طوهناش قلنا بالك مع اللي صار المشكل في ليبيا في ليبيا الحرب لكي أنه زيد دعماصر ما تقدرش تنظم بالك تكون في الجزائر وما فهمش وعليش ما يمدوهش للجزائر ولا نقول لي وعلى أربع ملاعب ولا الفنادق ولا الأخر أنا أظن بلي الجزائر أفضل من القابون أنت ترى نعني أن الجزائر لديها الإمكانيات لتنظيم هذه المنافسة لا كل صراحة يعني لا 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 شوف كاين حاجة لو كان ما كانش عندنا ترميم خمسة جويلية وما كانش الملعب الرقي اللي يوجد 2016 أنا أقول لك ما عندناش ملعب بس صحب هذا الملعب وزيد يرمم تعنابة ما يرممش تعنابة عندك ملعب قسطنطينة وزيد ملعب وهران ملعب جديد يعني ممكن الأشغال تنتهي فيه وما تنساش وطبعا أنه شابه بملعب عش الطاقة في كينيا وما تنساش ما نتنساش باللي الولايات توعنا من اللي تكرتهم رهي جميلة وراهي جاه رهي في تقدم وتطور معنتها ولا ما نقدره كينيا غينيا الاستوائية ولا تقدر في شهرين تنظم بطولة إفريقية والجزائر ما تقدرش في عام فيها علاقة قوية تجمع رئيس القابوني هارون مع رئيس الاتحاد الافريقي عيسى حياته الذي ألغيت المدى اللي طبعا لن تسمع طبعا اللي تلغي له ربما أنه سبعين سنة ما يترشح الآن سبعين سنة يكونونه ربما مدى الحياة للبقاء على رأس الاتحاد الافريقي الآن يوم لعبة الكواليس كانت واضحة كنا نقول حسب رأيك لعبة في الكواليس تصفية حسابات بين روراوة وعيسى حياته هارون فيه خلاف قوي حسب مصادره الخاصة هو أنه خلاف قوي كان تصريحا لحسب ما قيل في فترة سابقة ونشرته صحيفة قال أنه عيسى حياته امتعاضا شديدا من رئيس الاتحادية الجزائية لكرة القدم والتي كان يقال أنه له رغبة في الترشح لرئاسة الاتحاد الاثريقي لكرة القدم وبالتالي عيسى حياته امتعاضا شديدا ورورا ولما كلمه في اتصال هاتفي غضب غضبا شديدا ولم هو مردش عليه المكالمة هذه آخر الأخبار مردش عليه المكالمة وربما كانت وحدة طبعا الزوجة هي كانت ردت على رئيس الاتحاد الجزائي لكرة القدم خلينا ربما هذه الأمور جانبية ولكن لعبة الكواليس مهمة هي اللي فازت في هذه في هذه المعرفة اسم البلد بالطبع كيم ما نساوش باللي ما راكش في بطولة ما راك بين دول وكل واحد عنده فوائد كيمانا يا عندي فائدة معك بلك هارون عنده فائدة مع شخص واحد أخو هباك كرة قدم ولت كيمانا قالك فاتت اللعبة ولت حويج بزاف كبار مرتصادية وزيد على بالك باللي اليوم يدخل رئيس بلد مع رئيس كونفيدرالية إفريقية باش عبالك يكونوا الأخر وشفنا باللي ويانور مامون يقول لك سياسة ما تدخنهاش في الرياضة ومساح اليوم الفوائد دخلت في الرياضة ونشوفوا باللي تمنح البلد عنده ثلث سنين من اللي ننضمها وما تعطيهاش البلد عنده 17 سنين ما ننضمهاش 17 سنين من الجزائر من 1990 ما ننضمناش بطولة إفريقية ونهار كنا في حال كي ما يقول لك في وقت صعيب وين ننضمنا البطولة إفريقية واليوم الكيرانة في ارتياح ومطمئنين والبلد في تطور ما يعطيوها لكش سمحني إذا كان ممكن طبعا ربما يكون ملان منطقي وأنه ما منحها لكش لأنه بعد حد الأحداث الأخيرة اللي اللي سرعت مثلا موت إيبوسي الكاميروني وما لا ما صح موت إيبوسي عندها علاقة لو كان نشوفه لو كان نشوفه وشوي يصرف في الأمريكا اللاتينية في الشيلي شوفش حال الناس راهي تتلاخل في الأرجنتين الحوادث يصراه لو كان معنتها دوك أنا لاعب نموت في الملعب الجزائري يعني كي ما يقول لك جزائري معنتها ما شي كي نموت هنا في الملعب بلادي ما تقدرش نضم بطولة إفريقية حكيم معنتها الناس تحزن على الإنسان يغيدها الإنسان بالصح البلب ما يقدرش يخلص في مكان الشيلي صراح حكيم إمبراطورية حقيقية هارون بالنسبة لهذه الاتحادية الإفريقية لكوت القدم لأنه لو تشوف الأمور الأخيرة اللي سرعت في هذه المملكة اللي عيس حياته تكتشف أنه فعلا أصبحت فضائح بالجملة خلينا من الفضيحة اللي صرت أمس بالرقصة المصرية دينا وما شبهها والكل يتفرج في حفل طبعا في حفل محترم كان يكون محترما ولكن خليني نقول لك أنه العفو على المغرب مثلا في رغم أنها كان يقولوا أنها ورطت الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعد انسحابهم من تنظيم منافسة كاس أمام إفريقيا 2015 مغرب جاء قرار من محكمة المغرب وبالتالي هنا تحس أنه الاتحاد الإفريقي ما عنده قوة كبيرة لما تشوف أنه المحكمة الرياضية أصبح أجمرته في الكثير من المرات على الترجع عن قراراته أقول لك حاجة حاجة حكيم باللي عيسى حياته عنده ناس ضايرين به أقوية وهو قوي وعنده كما يقول لك كما يقول لك الكارني الكالبان دياله لدرس دياله ما أمر عنده كما يقول لك عنده ناس يدعموا عنده ما تنساش باللي معظم البلدان الأفريقة قام معه انت ما ركش متفوق عليه انت يا ربي عندك خمس ولا ست بلدان معاك هو فايت خمسة وربعين وين ما تقدرش لو نطلح سمحني فوزي موسوني أيضا زميلي هارون لو نطلح الأمر بشكل آخر الآن لما لم تفز بتنظيم كاس أمام أفريقيا 2017 وكنت تقول أنه ملف قوي تملك كل الأمور تملك كل الظروف المعطيات بنية تحتية عندك كل شيء مقارنة ببلدان أخرى تملك أيضا عندك كنا نقول وعدنا روراوة وكأنه كنا دائمين نصوروا هذا روراوة وكأنه غول بالنسبة شخصية كبيرة الآن لما ما تفوش بكاس أمام أفريقيا 2017 أنت ولا شيء أنت ولا شيء أبي نصور ذلك نحن الحاكم نهضره المنطق على المنطق روراوة نحن بالنسبة لنا رئيس فيدرالية ماذا قدم روراوة وإذا لم يستطع إقناع بلدان مثلا قبل ما نجي لوزارة الرياضة وإن كانت وزارة الرياضة الآن لم تقدم ولم تؤخر في شيء لأنه الآن ما قدرتش تجيب لهذا الشعب ولهذا الجمهور كاس أمام أفريقيا وهذا الشيء ربما أنت اللي تكون قوي فيه وانت اسمك الجزائر ما اسمكش بلد آخر لا بسحاك دربة دربة لرئيس الفيدرالية تنت ضربة للجزائرية بس حضربها لرئيس الفيدرالية الجزائرية راهه دك هو الجه الصدمة على باله وبيل الشعب الجزائري يتنصدم وين الدولة الجزائرية تتنصدم طبعا كان ريهن كبير على هذه الدورة وما تنساش بللي اليوم ولا ما أعطوها الناش يا حاكين مهم مشي الله لأنه ما أعطوها الناش ما أعطوها الناش صحة ما أعطوها الناش وكتاش يكون عندنا الحظ ونروح نستقبل بطولة إفريقية في الجزائر كما قلت أنت عام ٢٠٢٥٢٠ ٢٠٠٠٢٠٠ ولاربي طابوا العمر بالصحة اليوم نشوفه جاء جزو على جانب الفيدرالية رئيس الفيدرالية وزير الرياضة وكل وش يدور بالمتاخب الوطني نشوفه اليوم خسرنا المعركة عدم منحة الجزائر ربما تنظيم كاسمان إفريقيا أكيد أنه منطقيا أن رؤوس كثيرة ستسقط لأنه رهان كبير كان من السلطات الجزائرية لتنظيم هذا الحدث الكبير على الأقل كهدية للشعب الجزائري الذي كان ينتظر على الأقل تنظيم منافسة بهذا الحجم في الجزائر الرئاس يسقطون حسن نحن يقول للمشكلة لدينا في الجزائر يا حكيم نحن نخموه غير منتخب وطني ما نخموهش نعوده نبرمجه ونخدمه فئة الشبانية الصغرى اللي باش نفطنه الرياضة بصفة عامة واليوم نشوفه باللي واش رانا نزرعه رانا نحسده يعني بعيدا عن لعبة الكواليس بعيدا عن لعبة الكواليس نعم حكي فقط أقرأ لكم بعض مما يجول في مواقع التواصل الاجتماعي يعني كل الجزائريين تحتوا على هذا الأمر في اللحظة بعض من تعليقات الجزائريين يقولوا حياته تقول عنده مشكلة مع شمال أفريقيا هذا التعليق الأول تعليق الثاني جزائري آخر أنا انصدمت صراحة ملاعبنا كلها من ورق كلها ورق على حبر ولم تكتمل تعليق آخر الحمد لله لم نفوز بتنظيم أمم أفريقيا المسؤولين هم من يتحملون هذا الفشل يجب تطوير الملاعب وتجهيز الفنادق كالملعب الأوروبية تعليق آخر يقول جامي شفت اتحاد قاري يعطي أربع نصخ متتالية لنفس المكان غرب إفريقيا ويقول لك رو روعة مع حياته هذه آراء بعض من الجزائريين خليني ربما تحطوا مع فوزي موسوني فوزي موسوني في هذا الأمر تحطوا شمال جزائري يعرف كرة ويعرف كل شيء وشوي دور لو يقول لك الآن أنت يقول لك أنك ما عندكش بعيدا عن لعبة الكواليس ما عندكش ملاعب خلينا من هفوش الشعب عندك ملاعب لحد الآن ما عندكش عندك بونا تحتية ما عندكش منطقي ربما بعيدا عن لعبة الكواليس وعن الإمبراطور حياته نتحدث فيه على أرض الواقع صح ما عندنا شوشك تحت مش شك تحكي كله صواب ما ننسوش بلي هذه البلدان الإفريقية أيضا ما عندهاش ما عندهاش خوية يا ربي عندها بلك زوج لتلت ملاعب اللي يبينوا بهم ما ننسوش بلي البطولة الأخرى اللي جرات والمنتخب التونسي تنقل غنية إسوائية عانى 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 بزاف وإن شاء الله برك كما يقول لك السلطات تفطن وتعاود تدرس قعل واش لازم يكون في بلد ونقولوا بلي احنا عندنا رياضة كما يقول لك مية في المية نعم في هذه اللحظة هارون الجزائر طبعا قراءة كاسومام إفريقيا 2017 التي ستجرى بالقابون الجزائر في المجموعة التاسعة إلى جانب كل من السيشل وأيضا أثيوبيا وأيضا ليزوتو يعني أثيوبيا والسيشل واليزوتو هكذا نعم في المجموعة التاسعة نعم في التصنيف الأول نعم في التصنيف الأول مع بلدان أخرى من بينها مثلا إلى جانب 13 12 بلدان كوديفور حمي لقب غانا تونس المغرب ومصر أيضا جاءوا في المستوى الثاني بعدا عن ذلك ربما سنناقش القرعة في المجموعة التاسعة أذكر مشاهدين أن القرعة المغرب مع ليبيا نعم المغرب مع ليبيا يعني في مباراة قوية وإن كان المنتخب الليبي يمر بظروف صعبة جدا نعم والرأس الأخضر وأيضا ثوطاني نعم باستثناء ربما ليبيا اللي راح تكون منافس قوي للمنتخب المغربي مواجهة مغربية الجزائر أذكركم مشاهدين في المجموعة التاسعة إلى جانب كل من أثيوبيا السيشل وليزوتو هذه هي المجموعة التاسعة نذكر فقط امتعاد كبير من الجزائريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي أقرأ الكثير من التعليق يعني في هذه اللحظة البعض يقول قرأة إفريقيا لا تشرفوني البعض يعني يتكلم في كلام يعني مخيب يعني صدمة صدمة للروراوة حتى للوزير البعض كذلك أبدأ تعاطفه مع المغرب لما انسحب من تنظيم وكان الانسحاب غير مباراة وقال يعني المغرب عنده حق يعني كما قرأت لك قبل لحظات البعض يعني ينشر في صور لملاعب الجزائرية يعني قبل أيام يعني شكل حقول طبعا حق الخمسة جويليا أنا خايف من شيء هارون وأيضا فوزي موسوني وأنه كل مشاريع تتوقف والله بات سبما يعني التفكير كان من أجل إرضاء فقط إرضاء الاتحاد الإفريقي طبعا الإسراع في الوطير الآن أنا خايف تتوقف كل مشاريع من أجل عدم تطوير كرة جزائرية فقط من أجل تنظيم هذه المنافسة حاكم والله العادي ما بالنسبة لي أنا إن شاء الله نبنيه ملاعب وإن شاء الله نزيده وننطوره بلادنا ونخدمه بلادنا باش غدوة من غدوة ولا نقدره ننظمه كاش حفل كوراوي ولا أي حفل يكون عندنا شارف باش ننقدره ننظمه بهذه الحفلات باش هو واحد ما يقول لك تعطيني ولا ما تعطينيش أنا في بلادي يكون عندي كل وسائل فوزي موسيني أستسمحك على المقاطعة لأنه حتى تكون كل شيء على المباشرة البلد المنظم وهو القابون في المجموعة الثانية عشرة إلى جانب السودان وأيضا كوديفور وسيراليون يعني رضاوهم ونظموهم لهم المنافسة في بلدهم كوديفور والسودان وسيراليون هذه المجموعة الثانية عشرة مجموعة صعبة مشاركة أو أن القابون مشاركته ستكون شكلية طبعا لأنه بلد المنظم متأهل مباشرة وتحدثنا فيها الصباحة أول مرة أعتمدها الاتحاد الإفريقي سيكون متأهل مباشرة بأمر مهم جدا وأن مباريات ستكون يلعبها ولكن بدون احتساب النقاط حتى كوديفور السودان وأيضا السيراليون والسيراليون مجموعة متوازنة هارون لأنه أغلب المجموعة متوازنة المشكل المشكل المنتخب القابوني يلعب بالمنافسة لو كان يتكلاسه رابع يتأهل لا هو أكوش يتأهل واحد لا لا يهم لأنه يمنعهم طبعا يتأهل واحد فريق واحد المشكلة رأوه هنا بس خاطر كي تشوف لا إلى جانب عفوا طبعا يتأهلوا كل المنتخبات طبعا المنتخبات اللي تحتل المركز الأول إضافة إلى أفضل مركز ثاني طبعا طيب حكيم فقط سسمحك يعني